على أحوال لعبة النادي الأهلي قبل إن شاء الله ماتش النهار مرحب بك كابتن نعيم أن شوئي كل التحقيق لكم وكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان إن شاء الله بإذن الله يكون يوم سعيد على جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي وعلى لعبتنا مجلس الإدارة تحدي جديد النهاردة ومباراة غاية في الأهمية وغاية في الصعوبة الأهلي ومميلي جيسان داونز على استادة القهيرة في التساع مساء في الجولة الثالثة من الدور المجموعات البطولة الأفريقية إن شاء الله بإذن الله كل الأمور والمناخ الطيبة الحقيقة اللي متوجدين فيها والاستعدادات المكثفة لفريق النادي الأهلي تكون مردودها كبير جدا في تسعين ديئة إن شاء الله بإذن الله تكون هدية المباراة من نصيب النادي الأهلي كل الأمور الحمد لله بالنسبة طبعا كابتن أيمان لفريق النادي الأهلي لاستعدادات للمحاضرة الفنية الأخيرة الحقيقة بيتسو موسيماني حفز العيبة بشكل كبير جدا على همية المباراة والراجل أكيد آري بشكل كبير كل نقاط القوة ضعف الثغرات مباراة طبعاً الأخيرة بالنسبة من مباراة سانداوز وقبل الأخيرة الراجل تابع وبيشوف الهاي لايتس وكل الأمور دي لعبة النادي الأهلي عايشة فيها عايشة أيضاً في الجمهور المتواجد سر المباراة النهاردة كابتن آيمن بالتأكيد هو جمهور النادي الأهلي لعبة النادي الأهلي يعني ما بتلعب في وسط الجمهور شفنا الأمر ده أكتر من مرة بيكون دوافع كبيرة جداً وبتكون الأمور مختلفة بشكل كبير جداً الرغبة موجودة والدوافع موجودة لكن التحفيز والهتاف وما بيكون فيه هتاف الحقيقة كمان من جمهور النادي الأهلي في التالتة شمال بيكون ليه مردود كبير وأكبر كمان على اللعبين أما بيكون في مباراة مهمة جداً زي مباراة سانداوز إن شاء الله بإذن الله مع التحضيرات ورغم الغيابات المتواجدة في سفو فريق النادي الأهلي الأهلي بمنحضر أنا أكد على هذه المقولة في أكتر من مرة شفناها على أرض الواقع وهو مش شعر فقط يا كابتن أيمن ودي الحقيقة اللي بنأكد عليه غياباتنا عديدة جداً أكتر من عشر لعبين غيابين من سفو فريقاً للنادي الأهلي يعني أكرم توفيق عمار حمدي صلاح محسن بدر بنون أيمن أشرف حمز علاء محمود متولي وليد سليمان أحمد نبيل كوك عادت كبير جداً من اللعبين لكن يا رب إن شاء الله بإذن الله اختيار يكون موفق جداً لبيتسو موسيماني في الحداشر لعب يكونوا متواجدين الجهازية الكاملة لكل اللعيبة يمكن طبعاً الناس كانت بتتكلم على بيرسيتا وجهازيته وعلي معلول منعيم كل اللعيبة دي الحمد لله شفناها وتطميننا عليها في التدريب وتطميننا كمان عليها بشكل عام طبعاً من الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي إن شاء الله لكل يكون لدور لكل يكتهد في هذه المباراة حالة اللعيبة لابد يكون مركزة بشكل كبير جداً نقدر نحسن من البداية ونقدر نحنز هدفه اثنين وثلاثة خط سير المباراة أو المباراة بشكل عام يا رب إلا بس يكون موفقنا في هذه المباراة ويكون موفق اللعيبة يبقاش في بدلك لأي لعيب لأن احنا محتاجين للحياة هذه المباراة مباراة مهمة جداً ويكون بشكل محوري في المجموعة إن شاء الله بإذن الله تخطى هذه المباراة أربع مباراة على أرضنا إن شاء الله الأولى يكون معنا والتلاثة كمان يكون معنا نتصدر المجموعة ومنها إن شاء الله تكون البطولة الحداشر في دولة بطولات النادي الأهلي خطوة خطوة بنعمالها إن شاء الله مع اللاعبين ومع الجهاز الفني. وتحديداً كمان مع بيتسو موسيماني. الاستقاطنا كبيرة جداً فيه في اختياره وفي إدارته الفنية خارج الخطوط وداخل الخطوط. عنده رؤية وعارف فريق صندوز بشكل كبير جداً. فإن شاء الله بإذن الله كل الظروف والعامل والمناخ والتحضير الجاية جداً والأكثر من رائع لفريق النادي الآلي. والتحفيز كمان يا كابتن آيمن. يعني بعد الانتهاء المحاضرة مباشرةً شفنا مجموعة اللاعبة أعدة مع بعضها. وبتتكلم على المباراة. وعارف أن فيه جمهور. وعارف أن الكل بيساند في هذه المباراة. فوضح التركيز الكبير. ووضح أهمية المباراة. ربنا بس يكون معانا إن شاء الله في هذه المباراة. يوفق اللاعبة. يوفق الجهاز الفني. ويا رب إن شاء الله نتخطى هذه المباراة. ويكون أستاذ القاهرة كعدتو وش الساعد على فريق النادي الآلي في البطولة الأفريقية. كالعادة أكيدا كابتن آيمن طبعا نكون مستمرين معاك. ولحظة بلحظة طبعا كل الأجواء الخاصة وتشكيل فريق النادي الآلي. حالة الجمهور. عدد وجود الجمهور فيه. متلتة شمال طبعا في السادة القيرة. كل الأمور دي يكون معاك من خلال شاشة قناة النادي الآلي. ودعواتك إن شاء الله كابتن آيمن ودعوات كل نجومنا طبعا. وكل أيضا جمهور النادي الآلي بهدية المباراة. الهمة والمنتظرة والمرتقبة لمائة الماليين من جمهور النادي الآلي. شكرا جزيلا زميل عزيز كريم أحمد. وإزاي مال كريم. كل حاجة تمام. والعيبة جاهزة. والجهاز الفني إن شاء الله جاهز. ولكن الحضور الجمهور يا كريم.